بعد أن أطلق الكاظم منذ أكثر من عام منصة إلكترونية لغرض تقديم المواطنين على مبادرة داري للحصول على أرض ضمن مشروع يضم 550 ألف قطعة أرض قيل إنها مخصصة للعوائل الفقيرة والصحفيين ولموظفية الدولة تبين اليوم أن المشروع ما زال مجرد حبر على ورق لجنة الخدمات والإعمار النيابية كشفت أن مبادرة داري لا وجود لها على أرض الواقع إطلاقا حيث لم تفرز الحكومة أي أراضي للمبادرة التي أطلقتها رغم مرور عام على الإعلان عنها عضو اللجنة همام التميمي أكد أن الحكومة ليس لها دراية بمواقع الأراضي التي يجب أن تفرز مشيرا إلى أن مشروعا بهذه الضخامة لم تعد له خطة بشكل دقيق ولم توفر ضمانات تلبي كافة الاحتياجات والخدمات والبنى التحتية خشية تفاقم المشاكل التي تعاني منها المدن العراقية ثلاثة ملايين ونصف المليون هم عدد المقدمين على مبادرة داري وفقا لحيدر فاضل الميالي مدير عام دائرة الإسكان في وزارة الإعمار والإسكان الذي رمل الكرة بملعب الوزارات وقال إن عملية تنفيذ المشروع بحاجة لإكمال سلسلة إجراءات مرتبطة بعدد من الوزارات ومع استمرار المماطلة في التنفيذ يبقى مئات آلاف الفقراء وذو الدخل المحدود يعقدون آمالا على أي مشروع سكني ينقذهم من حالة البؤس التي يعيشونها بما فيهم أولئك الذين يقطنون في عشوائيات تفتقر لأبسط مقومات الحياة لتزول معها علامات الاستفهام والتساؤل عن سبب حيازة العراق المرتبة الأولى عالميا بالحزن والمشاعر السلبية لهذا العام رغم أنه سجل نموا اقتصاديا هو الأعلى في عام 2022 من بين كل دول غرب آسيا والشرق الأوسط